موسيقى للمشاركة في جلسات المجمع المقدس 2016 بدأت الجلسة الافتتاحية بصلاة للبطير كمارنات يوسف رام الثاني طالبا فيها حلول الروح القدس ومواهبه لكي يقود آباء المجمع المقدس ويلهمهم لاتخاذ القرارات التي تصب لما فيه خير الكنيسة والمؤمنين كما رفع قداسته وآباء المجمع المقدس الصلاة من أجل عودة المطراني حلب المخطوفين مارغرغريوس يحن ابراهيم وابولو السيازجي إضافة إلى إقامة صلاة التشمشت الخاصة بالأحبار وراحة نفس المثلث الرحمات مار أثناس يوسف رام برصوم وفي نهاية الصلاة منح قداسته البركة الرسولية وافتتحها جلسات المجمع المقدس لعام 2016 وفي صباح الخامس والعشرين من أيلول الحالي احتفل المطران سلوانس النعمة راعي أبرشية حمص وحمى وطرطوس وتوابعها بالقداس في كنيسة القديس ماريلياس في فيروزة يعاونه الأباء الكهنة الأب القستو ماكاسوحة كهن الرعية والأب القز زهر خزعل والأب القز لوق عوض وخدم في القداس شمامسة الكنيسة وجوقها بحضور حج غفير من المؤمنين وخلال القداس قام المطران النعمة برسامة الشماس طوني عقوب شماسا إنجليا وبذلك يكون الشماس طوني في الفترة القادمة كاهنا لرعية السيدة العذراء أم الزنار في حمص وخلال القداس ارتجل المطران كلمة روحية معبرة تحدث فيها عن قدسية سر الكهنوت وعن الخصال السامية للشماس كما أوصى بولوس الرسول وختم مهنئا الشماس طوني وعائلته وأبناء الرعية كنيسة سيدة العذراء أم الزنار وبعد القداس تقبل شماس الجديد التهانية مع عائلته وسط جو من الفرح والسرور تحت شعار كون صانعا لسلام في زمن الحرب أقام جوقة مارفرام السرياني البطيكية أمسية لسلام في الثالث والعشرين من أيلول الحالي في نادي الثورة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة عازفين من فرقة أدونيا التابعة لمنافذية الطلبة للحزب السوري الاجتماعي حضرها المطران ماتيمة ثاوس متى الخوري النائب البطييركي بدمشق ومارديونيسيوس جان قواق النائب البطييركي في شرقي الولايات المتحدة الأمريكية وحشد كبير من الحضور وخلال الأمسية تم إطلاق مبادرة المسابقة الأولى للفنون من أجل السلام بعنوان المحبة بتجمعنا وتم عرض رسائل الأطفال للسلام ضمن مبادرة رسائل السلام التي أطلقتها هيئة مارفرام السرياني البطييركية للتنمية على مستوى المحافظات السورية تحت شعال لكي تجث باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب أقيم لقاء روحي من التاسع عشر وحتى الخامس والعشرين من أيلول 2016 لشبيبة الجامعيين في مراكز مارفرام وأم الزنار ومار بارسوم للتربية الدينية في دير ماريلياس في بلدة ظهر صفرة السابعة لمدينة ترطوس السورية تضمن اللقاء دروسا من سفر أعمال الرسل ودراسة في شخصية ماربطرس الرسول فضلا عن التأملات الروحية والنشاطات الترفيهية تحت شعار الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح أقامت أخوية ماريوحنة للمرحلة الإعدادية أتابعة لمركز التربية الدينية في كاتدرائية مطرانية حلب للسريان الأرثوذوكس مخيما في صالة المطران يحن ابراهيم لمدة ثلاثة أيام من الجمعة حتى الأحد أي الثالث والعشرين حتى الخمس والعشرين من أيلول الحالي تضمن البرنامج تراتيل وقراءات من الكتاب المقدس ومواضيع روحية اجتماعية وتنظيم زيارة فرع الهلال الأحمر قسم الدعم النفسي كما زار المخيم نائب رئيس المجلس الملي الصيدلي مجد لحدو وعضو من المجلس للأتمئنان على شبيبة وحظر القدس يوم الأحد واختتم المخيم بينار المخيم والتقاط الصور الجماعية اشتركوا في القناة